ترجمة نانسي قنقر جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر الإقضابية سعادة السيد بادام سنداس سفيرة جمهورية نيبال الصديقة وذلك بمناسبة تعينه سفيرا لدى مملكة البحرين حيث أعرب سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية بما يعزز من علاقات البلدين الصديقين من جانبه أعرب سعادة السيد بادام سنداس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه سموه من اهتمام بمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين اشتركوا في القناة